بسم الله الرحمن الرحيم مساء الخير عليكم أصدقائي وأحبتي ومتابعين الكرام اليوم نحن في المملكة العربية السعودية تسوقنا من أحد المتاجر هذه الصبغة اللي حبينا أن نفيدكم بتجربتنا ونوصل لكم المعلومة الصبغة كما تشوفون بيرد كالار صبغة اللحية طبعا هذه الصبغة هي من شركة هوير التايلندية طبعا ما تترك بقع على الجلد ورغم ما هم مكاتبين عليها يعني اللي عندها تحسس يعني راعي استخدامها لكن أنا عندي تحسس بالجلد وما حسيت بأي مشكلة الحمد لله والشكر الصبغة من عندها البني والأحمر والأسود يعني جبت هذه اللون الأسود كما تشوفون هذه ظهرها هذه جوانب طبعا من تفتح العلبة تلاقي فيها الكتالوج لكن بعض التعليمات هي حتى موجودة هنا عربي وإنجليزي نتلاقي فيها هذه الأسطارتين طبعا الأسطارات صحيح الأسطار لكن هم عاملينها للحية فقط يعني مو صبغ الشعر وما أعرف يعني أكون منتجة أكبر من عنده نفس النوعية ونفس الماركة وهذه البلاستيك الفرشة وهذه أي قفازات هذه أما نستخدمها طبعا مثل ما ذكرت لكم هذه الصبغة بها مميزات كلش حلوة يعني ما يترك بقع على الجلد وما يعمل تحسس ويتجانس بسرعة مع الشعر وما يحتاج لفترة طويلة يبقى يعني عشر دقائق يكون تمام على شعر اللحية الآن خلينا نشوف كيف راح نستخدمها طبعا هم خالين هذه للخلط واحد يخلط بهذه البعاء طبعا كمية الاستخدام حسب الحاجة وحسب حسب استخدامي إلها كان فيك أكثر من شهرين نخلط المادتين الأكسجين والصبغة نتركها لحين ما تتجانس طبعا أنا راح أستخدم هاد الفرشة الي استخدمها دائما أفضل من هاي طبعا أنا جبت الصبغة من متجر احنا او مركز التسويقي اسمها زهور المدينة موجودة باكثر مدن ومحافظات المملكة واسعارها جدا مناسبة طبعا ب 27 ريال هاي كمان تشوفهم 27 ريال لكن لقيتها بعض المواقع الالكترونية مثل موقع نون ب 34 ريال يعني 9 دولار 10 ألف عراقي يعني فرق شبير وملقيتها بالموقع الالكتروني سوق كما موضح عندكم 55 ريال الآن نجي نستخدم الصبغة مثل ماذا تلاحظون او اعجش فيها بشوفوا اشتركوا في القناة 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 لا تنسونا بالاشتراك ودعم القناة ومعالب سلامة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة